شهد الرئيس عبدالفتح السيسي افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث لصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية يشارك في فعاليات المعرض قبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيا والأنظمة الأمنية والدفاعية حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة